بعد أكثر من شهر على قرارها حل ما تسمى بشرطة الأخلاق والذي يشكك فيه كثيرون تتجه السلطات الإيرانية لتكتيكات جديدة لفرض القواعد الصارمة بشأن لباس النساء تتمثل بالغرامات بدل الاعتقال بحسب ما كشفت صحيفة وولستريت جورنر الأمريكية صحيفة وولستريت جورنر كشفت في تقريرها أن السلطات الإيرانية بدأت بنشر كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع لمراقبة من تسميهن بمخالفات قواعد اللباس مشيرة إلى أنها تعتزم تطبيق عقوبات على النساء تتمثل بدفع غرامات مالية وحظر السفر الصحيفة قالت إن الغرامات الجديدة تتعدى المخالفات إلى الأماكن والأعمال التي يسمح لها بالخروج عن القواعد الصارمة مثل سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك في حال استقبال نساء من دون حجاب في حين أن العقوبات الجديدة تتراوح بين الخدمة المدنية وصولا إلى منع السفر خارج البلاد وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن اتخاذ طهران أسلوبا قد يتسم بحدة أقل من المواجهة الجسادية يعكس محاولتها للتخفيف الغضب الواسع في البلاد مشيرة إلى أن مقتل جينا أميني ضرب عصبا حساسا لدى كثير من العائلات الإيرانية التي استهدفت ما تسمى بشرطة الأخلاق نساءها في وقت سابق على حد تعبيرها يشار إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت لتنادي بالإصلاحات تحولت لاحقا إلى المنادات بتغيير نظام الحكم بعد أن أعدمت السلطات عدة أشخاص واعتقلت أكثر من ألف آخرين ممن تربطهم علاقة بالاحتجاجات التي شهدت مقتل المئات على أيدي قوات الأمن